اللهم صلع سيدنا محمد هاي السؤال السؤال الاول فرع اتنين وهذا ترقيمه رقم اتنين في دوسية سنوات صادق بيحكي لك اذا كان قاف سيم ساوي فان قاف متصل على الفترة شوف يا جمعي اسئلة الدوائر عشان نتمرنا على الموضوع اسئلة الدوائر معطيك الاف واحد واثنين مغلقة مغلقة واحد واثنين مفتوحة مفتوحة واحد واثنين مغلقة مفتوحة واحد واثنين مفتوحة ومغلقة اذا هذا السؤال اجابة هذا السؤال او الخيارات الموجودة عندكم بالسؤال بتعتمد على الواحد وعلى وعلى الاتنين. فهو بده الفترة هي من واحد الاثنين هاي عندك هون واحد وعندك هون اتنين. طبعا الواحد لما بنبحث له احنا ما بنبحث ع فترة بالنسبة للاطراف الواحد بتبحث له من جهة اليمين واللي اتنين بتبحث له من جهة اليسار. الآن انت ممكن تحل السؤال هذا بطريقتين. يعني بتمشي ع طريقين. إيش هم الطريقين هذول ي nhàستاذ ممكن أنا أروح أبحاث عندي الواحد من اليمين فبجيب يبقى عندي الواحد من وين يا جماعة حكينا من اليمين بجيب صورة الواحد فصورة الواحد هيها سين وتسوق واحد وتتلع ثلاث وبعدين هجيب نهاية سين تقول لواحد من اليمين طبعا واحد من اليمين هذا ييمين وهون طبعا يصار واحد من اليمين اللي هي اكبر عدد صحيح للسين زائد خمس. واحنا دايما حكينا ما تتركش اكبر عدد صحيح عند النهاية. تاخد اكبر عدد صحيح على جانب. سين. وبعدين بتعوض. عوضت. بطلع واحد. ازا طلع عدد صحيح. معناته في يمين? وفي يسار. طيب ماشي يا استاذ. ترجع لاشارة سين. اشارة سين موجب. بينزل هذا الواحد عند الموجب. والجهة التانية بنقص واحد بصر صفر. احنا اصلا بدنا من اليمين. اليمين واحد. ازا هاي واحد زائد خمسة. هيطلع الجواب ستة. عندك هون صورة الواحد طلعت تلات. واحد من اليمين طلعت ستة مش متسويات. معناته غير متصل عند الواحد. غير متصل عند الواحد. ازا بده الواحد يكون فترة مفتوح. هذا بالنسبة للواحد. طب نيجي عند اتنين من اليسار. عند اتنين من اليسار. ها. بطلع صورة الاتنين. صورة الاتنين سين ساو اتنين هتطلع عندي اربعة. وبعدين بطلع نهاية. سين تقول للاتنين من اليسار. اتنين من اليسار اللي هي اكبر عدد صحيح لسين زائد خمس. طيب هات اكبر عدد صحيح هون عجانب. عوض الاتنين طلعت اتنين. عدد صحيح معناته في يمين. وفي يسار. ارجع لاشارة سين. اشارة سين موجة. ببينزل هادا عند الموجة. وهون من نقص واحد واحد. طب احنا بدنا من اليسار. من اليسار واحد. ازان هذا صارت واحد. واحد زائد خمسة يساوي ستة. طلعت الصورة اربعة. وهون ستة مش متسويات. معناته برضو الاتنين مفتوحة لانه غير متصل عند الاتنين. ازان الجواب واحد. واحد واتنين مفتوحة من الجهتين. هاي الجواب عندك يطلع ايش? يطلع بقى. ممكن تحل بالطريقة هاي. واحد من اليمين وبعدين اتنين من اليسار. ممكن واحد يحل بطريقة تانية. ايش الطريقة التانية هاي استاذ? الطريقة التانية ان يجو على هاي. اولا قبل ما يحل هادا كله. ويعمل اعادة التعريف. اكبر عرض صحيح. لسين. وعندك سين اكبر من واحد. اصغر من اثنين. اعمل اعادة التعريف. ممكن واحد يفكر زيك. مش مشكلة. لانه اعادة التعريف سريعة جدا. هون طبعا لام. مقلوب معامل سين واحد. نقطة اسناد. هتطلع سين يسوي صفر. اذا عندك هون من صفر لواحد. ومن واحد لاثنين. الفترة اللي بدي اياه من واحد لاثنين. بكتب سين اكبر اصغر. من واحد لاثنين. معامل سين موجب. المسواة عند الواحد. عوض الواحد. اطلع عندك ون واحد. قارن البداية والنهاية. مفيش مسواة. مفيش مسواة واحد واثنين. هاي واحد واثنين. وفيش مسواة. شي للمسواة. اذا اعادة التعريف هادا اكبر عدد صحيح. شو اعطاني? اعطاني واحد. اذا هون اكبر عدد صحيح. شوفو. هشيلو. وحط بدلو ايش? هون يا استاذ واحد. طبع هي واحد زائد خمسة. حاضر. ابشرو. ستة يا استاذ. ماشي. صارت ستة. اذا هاي صارت ستة. الان انا عملت اعادة تعريف اول اشي. سريعا. طيب. شوف لي الان الواحد. طبع انا عندي هون واحد. تلاتة. وعنده هون واحد. ستة. ايه? تلاتة وستة واحد مش متصل. اذا الواحد فترة مفتوحة. طب شوف لي الاتنين. الاتنين اربع. وهون ستة. برضو الاتنين مش متصل. اذا الاتنين فترة مفتوحة. معناته الجواب واحد واتنين مفتوحة من الجهتين. اذا انا حلت لك سؤال هذا بطريقتين. طريقة الاولة. اشتغلت على الواحد وبعدين على الاثنين وخدت اكبرات صحية على جنب اللي هو اعادة تعريف سريع طريقة تانية عملت اعادة تعريف من البداية صارت هاي ستة وبعدين قارنت طبعا بطلع ايش نفس الجواب هذا فرعة اتنين اللهم صلى على سيدنا محمد طيب هسا احنا راح نحل امتحان نهايات بس عن نهايات يعني راح احل اسئلة النهايات اللي في الالفين وتمانية الشتوية امتحان الالفين وتمانية الشتوية اسئلة النهايات والاتصال طبعا الفصل الاول وهذا السؤال ترقيمه في دوسيد سنوات صادق اللي هو رقم واحد وفي الامتحان السؤال الاول رقم واحد المهم هذا السؤال اللي هو نهاية ستة سين أربعة زائد طمانتاش سين تربيع اتنين سين تربيع نقص تلاتة سين تكعي نعي يا جماعة طبعا اول اشياء تعوض عوض عندك سين تقول لصفر صفر 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 كله صفر عصفر اذا بدنا الان نحلل طبعا ستة سين أربعة زائد طمانتاش سين تربيع هذا عامل مشترك واللي تحت اتنين سين تربيع نقص ثلاث سين تكعيب برضو عامل مشترك اذا هتنزل النهاية طبعا انت لو بتحل دوائر هتختصر سريع الحال ستة هون وطمانتاش هتاخد ستة عامل مشترك سين أس أربعة وسين تربيع هناخد سين تربيع عامل مشترك قسم ستة سين أس أربعة تقسيم ستة سين تربيع تعطيك هون سين تربيع تنزل الزائد طمانتاش تقسيم ستة اللي هي تلات وهتروح السين تربيع مع السين تربيع هاي اللي فوق اللي تحت كمان عامل مشترك اتنين وثلاث مش هاخد عامل مشترك سين تربيع وسين تكعيب هاخد سين تربيع عامل مشترك هضل عندك هون اتنين ناقص تلاتة سين تكعيب هتنزل التلات وسين تكعيب تقسيم سين تربيع بتعطيك سين اذا اخدت من الباست ستة سين تربيع عامل مشترك طب أستاذ لو ما أخدتش الستة من البسط بس أخدت سين تربيع فقط عام المشترك بيصير أنت سين تقول للصفر الستة مش هتفرج معنا طيب حللت اختصر سين تربيع مع سين تربيع عوض عوض سين بصفر فالسين هاي هتصر صفر والسين هاي صفر بثلات هتروح بضل عندك في البسط ستة وبين قوسين ثلات يعني ستة بثلات على المقام اتنين ستة عتنين تلات تلاتة بتلات يساوي تسعة إذن الجواب إيش الجواب دال سهل السؤال هذي يا جماعة تمام هاي السؤال الأول رقم واحد اللهم صلى سين محمد وصلنا عند السؤال التاني فرع ألف وفرع اتنين كمان اللي هو نهاية واحد زاد جاتة أربع سين نقص اتنين جاتة تربيع سين على سين تربيع وعندك سين تقول إلى الصفر طبعا لو عوضنا تعويض مباشر بطلع صفر على صفر طيب باشا كبنا نحل هذا السؤال يا أستاذ فكروا فكروا يا جماعة ها فكروا فكروا تفكير ها فكروا على راحتكم ممكن توقف الفيديو وتفكر طيب في واحد حكا أنا ممكن يا أستاذ هاي أنا بعرفها واحد ماقص اتنين جاتة تربيع سين هاي متطابقة متطابقة ايش بحكيله أنا متطابقة هاي استاذ هاي المتطابقة شوف جتة جتة تنين سين هاي المتطابقة لها ثلاث أشكال اللي هي جتة تربيع سين ناقص جيب تربيع سين أو واحد ناقص اتنين جيب تربيع سين أو اتنين جتة تربيع سين ناقص واحد بحكي لك ماشي وين هدف السؤال هاد هاي هاي أستاذ واحد ناقص اتنين جتة تربيع سين هاي هاي اللي هي جتة تنين سين بتساوي اتنين جتة تربيع سين ناقص واحد هاي بالعكس طبع كسلك إياها عادي بدل اتنين جتة تربيع سين ناقص واحد تصير واحد ناقص اتنين جتة تربيع سين وطلع ما عكستها بدل جتة تنين سين هتصير سالب جتة تنين سين مزبوط تمام حلو إذن هاي الخطوة الأولى صارت نهاية سين تقول له صفر في عندي طبعا جتة أربع سين تنزل زي ما هي وواحد ناقص اتنين جتة تربيع سين واحد ناقص اتنين جتة تربيع سين سالب جتة 2 10. سالب جتة 2. على سين تربيه. اذا الخطوة الاولانية استخدمت متطابقة جتة 2. طب جميل. الخطوة التانية. خلط سهلة جتة ناقش جتة. طب ايش هي جتة ناقش جتة. استاذ متطابقة كمان. ايش هي مش فكرها يعني? هايها متطابقة جتة ناقش جتة. شو بتساوي جتة ناقش جتا. يا استاذ جتا ناقص جتا سالب اتنين جيب جيب. حلو جميل. طبعا بيناتهم ضرب. اه افتكرتها. كويس. اللي هي بتصير نهاية. سين تقول له صفر. جتا ناقص جتا سالب اتنين جيب جيب. وهي بيناتهم ضرب. طيب الاشارة ناقص. اطرح الزويتين. على اتنين. اربعة سين. ناقص اتنين سين. اتنين سين. على اتنين سين. ايش حكيت يا استاذ? حكيت اطرح الزويتين. اربعة سين ناقص اتنين سين. بتعطيك اتنين سين. وبتقسمها على اتنين كمان. بتطلع سين. طب و بعدين. الجيب التانية. اجمع الزويتين. اربعة سين زائد اتنين سين. ستة سين. على اتنين. هتعطيني تلاتة سين. ممتاز. طب والسين تربيع هاي. باعطي سين للجيب الاولى وسين للجيب التاني. بطلع الجواب عندك سالب اتنين ضرب. جيب سين عسين نظرية واحد. جيب تلاتة سين عسين نظرية تلات سالب اتنين بتلات. بطلع الجواب سالب ستة. جميل. حلو. ممتاز. واحد ماقس اتنين جاتت اربع سين رقم واحد. هون في متطابقة. متطابقة جاتت اتنين سين. حلو. طب جاتت اربع سين ناقص جاتت اتنين سين برضو رقم اتنين متطابقة. متطابقة جاتت ناقص جات. كويس. هي الفكرة انك تكون عارف المتطابقات ولما تجيك المتطابقات في السؤال ايش? تعرفها طبعا انه هاي المتطابقة اللي انت المفروض انك ايش? حافزها. واحد بيحكي? يعني خلنا ناخد آلية جديدة. فحل هذا السؤال. واحد بيقول استاذ هذا السؤال انا بفكر فيه بطريقة تانية. كيف بتفكر فيه بطريقة تانية? اقول لك استاذ. خلص. ماشي الحال. نشوف الطريقة التانية هاي او طريقة التفكير التانية. ماشي. هات. هات تنشوف. هاي مساحة المتطابقات هدول? ها ها. طيب ناخد الالية هاي في الحل واضيفوها عندكو. الية الحل هاي. اذا بتحبوا يعني. طريقة تانية اللي حل هذا السؤال. واحد بيحكي استاذ انا بحل هذا السؤال بطريقة الفصل. جميل. طريقة الفصل شو بدك تفصل? بقول انا باخد الحد هذا اللي هو جاته اربع سين. خط هون نهاية. جاته اربع سين خليه هون. وبحط زائد. اكيد. الفصل بيكون زائد. وباخد هذا اللي هو واحد ماقص اتنين جتا تربيع سين في نهاية تانية. طبعا على سين تربيع وسين تقول لصفر. عسين تربيع وسين تقول لصفر. هاي فصلت. طبعا بعد ما تفصل لازم هذا يكون صفر. الحد اللي انت فصلته جتا اربع سين. هايو. جتا اربع سين. زي ما احنا بتفقين قبل هيك. بتعوض. هذا حد عادي مش مركب. حد عادي مش مركب. بتعوض الصفر. شو جتا اربعة بصفر صفر. شو جتا الصفر واحد. هاي ناتج التعويد. ناتج التعويد زي ما احنا عارفين. بنزل اولا بعكس الاشارة. وثانيا بنفس الاشارة. واحد. طب ما وفي واحد يا استازو. وهنجيب كمان واحد صار اتنين. تزعلش. ها. هاي عملنا فصل. ازا فصلت الحد هات. الحد اللي فصلته. حد عادي. عوضت طلع واحد. بنزل بعكس الاشارة. وبعدين بنزل بنفس الاشارة. دايما هذا الحكي طبعا. طب انت يعني هيك انت خلت للمسألة مسألتين. سويت للمسألة مسألتين. اه. سويت لك ايها مسألتين. شو المشكلة? عادي. اعرفها طريقة الفصل هاي. ضيفها عندك. طب جتا اربعة سين نقص واحد. انا اتنين جيب تربيع نص الزاوية. واحد ناقص جتا زاوية. اتنين جيب تربيع نص الزاوية. طب هاي جتا ناقص واحد. السينين تزعلش. لو انا سويت لك اياه هيك واحد ناقص جتا اربع سين هتحكي لي اتنين جيب تربيع نص الزاوية اربع سين هتصير اتنين سين طب عكسها جتا اربع سين ناقص واحد سالب اتنين جيب تربيع اتنين سين ممتاز طب حلوة المتطابقة هاي بدل المرافق واحد بيحكي انا بضرب هاي بالمرافق يا استاذ بقول له عادي اضربها بالمرافق كان مجزع له هاي صارت نهاية سين تقول له صفر سالب اتنين جيب تربيع اتنين سين جيب تربيع اتنين سين على سين تربيع طبعا لله السالب اتنين هاي معامل بطلع برا سالب اتنين هاي صر عندي نهاية جيب اتنين سين على سين سين تقول له صفر الكل الكل تربيع يعني صارت سالب اتنين ضرب جيب اتنين سين عسين اللي هي اتنين وتربيع تصر اربع سالب اتنين في ايش? في اربع. طب هاي الاولى يعني سالب تمانية انت حكيت. هاي النهاية الاولى ايه? عملت لنا نهايتين بدل ما هي نهاية واحدة. يا سيدة طول بالك. احنا هيك بنتضرب. اتنين ناقص اتنين جتة تربيع سين. خد اتنين عامل مشترك. حاضر. سين تقول له صفر. هاي اتنين عامل مشترك. هيضل عندك واحد ماقص جتة تربيع سين على سين تربيع. طيب ممتاز. طب هاي سهلة يا استاذ. نهاية. سين تقول له صفر. هاي عندي هون اتنين. طبعا واحد ماقص جتة تربيع سين اللي هي جيب. جيب تربيع سين. آه عادي اللي هي هاي. ها. اللي هي هون طبعا واحد جيب تربيع جتة تربيع بتعرفوها. فواحد ناقص جتة تربيع بعطيني جيب تربيع. على سين تربيع. طبعا جيب تربيع سين على سين تربيع. اللي هي واحد تربيع واحد. يعني هيطلع عندي هون الجواب زائد اتنين بس. بطلع الجواب طبعا هادي واحد جيب تربيع سين على سين تربيع. سالب تمانية زائد اتنين بطلع الجواب سالب سالب ستة. ماشي? ها شو رايكو? طلع الجواب ايش? سالب سالب ستة. هاي طريقة كمان للحل باستخدام الفصل. استاذ امتى باستخدم الفصل ها. يعني شفت المسألة تلت حدود. تلت حدود. ومش عارف تتصرف في التلت حدود هادول. مش عارف تتصرف في التلت حدود هادول. استخدم المتطابقة. متطابقة هاي. او استخدم الفصل. اه اللهم صلاح سين محمد وصلنا عند السؤال التاني في رعباء. وهذا ترتيب عشرة. رقم سؤال رقم عشرة في دوسيد سنوات صادق. اذا كانت النهاية هاي بتسوا واحد جت قيمة الف الف وبع. طيب. اللهم صلاح سين محمد. طبعا هاي نهاية. نهاية كسرية. ومعطيك نهاية كسرية وفي مجهيل الف الف وبع. فيها مجهولين اتنين. الف وไมش. الف وبع. فيها مجهولين اتنين الف وبع. ومعطيك يا تسوا واحد. جت قيمة الف و ايش الف وبع. اولا هنبلش نعوض في المقام. بيبقى رقم واحد. بلش عوض في في المقام. طيب ماشي واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد يساوي يساوي صفر طب الطعويت في المقام يا أستاذ أعطاني صفر معناته لازم إجباري الطعويت في البسط كمان لازم يعطيك صفر لأن النهاية موجودة بالساوي واحد ليش؟ لأن احنا لدينا النهايات على صفر على صفر لو حكيت لك صفر على صفر الآن في مجال انك حل الاختصر عوض يطلع الجواب طب لو كان هون في عدد طب هو عدد على صفر النهاية بتكون غير موجودة يبقى لما يكون المقام صفر في شلاء شغلتين في البسط يا صفر يا عدد إذا كانت النهاية غير موجودة فوق في عدد طب إذا كان في جواب زي هذا السؤال معطيك واحد معناته لازم البسط كمان يسوي ايش صفر طيب يبقى أنا أبلش عوض في المقام إذا أعطاك صفر التعويض ناتج تعويض المقام يسوي صفر معناته إذن ناتج تعويض البسط لازم كمان يسوي صفر لأن النهاية موجودة من حكالك إنها موجودة ما هيها تساوي واحد طيب إذا بعوض في البسط الآن عوضلي في البسط واحد ألف بواحد تربيع ألف زائد اتنين بقى بواحد اتنين بقى زائد اتنين يسوي واحد أو أعطاك توب يسوي واحد تغلط تحمى تسحب للآخر لا كتب لك ناتج تعويض البسط إي شو يسوي صفر خليك صحلة النقطة هاي مش تحمى مع السؤال وتكتب يسوي واحد وسوي واحد هاي للنهاية كلها إحنا هون بس مين منعوض البسط لحاله وأنا حكيت لك البسط لحاله شو بيسوي بيسوي صفر طيب وبعدين يا أستاذ هون شو أعمل خليلي اتنين بقى هاي موضع القانون طيب ماشي سهلة بخليلك إيه اتنين بقى تساوي انقل الألف هناك بصر سالب ألف انقل زادي اتنين هناك بصر نقص اتنين هاي خليت لك اتنين بقى موضع القانون أستاذ ممكن أخلي ألف هي موضع القانون ممكن تخلي ألف هي موضع القانون طيب خليت لك اتنين بقى موضع القانون شو أعمل الآن الآن بترجع للنهاية هاي النهاية ترجع لها كمان مرة معناته نهاية سين تقول له واحد ألف سين تربيع هاي ألف سين تربيع زائد اتنين بقى اللي هي سالب ألف سالب اتنين مضروبة مضروبة بسين زائد اتنين على سين ناقص واحد هذا كله الآن نرجع للنهاية بيسوي إيش بيسوي طب و بعدين يا أستاذ شوف لي هاي هيك لو حكيت لك أنا هاي ألف سين تربيع زائد سالب ألف سالب اتنين بسين زائد اتنين هتحكي لي يا أستاذ هاي تلات حدود الحد الأول فيه سين تربيع والحد الثاني فيه سين والحد الأخير مطلق أو ثابت سين تربيع وهم فيه سين وفيه عنده هون ثابت لحاله سين تربيع وسين وثابت هاي اللي هي عبارة تربيعية هاي عبارة تربيعية من النوع اللي بقدر أحكي فيه الكلام اللي بدي أحكيه الآن هذا النوع فقط من العبارات التربيعية بقدر أسوي عليه الشغلة هاي إيش بتسوي القوس الأول معروف معلوم من وهم معلوم يا أستاذ من دي للنهاية سين تقول لواحد إذن هون سين ناقص واحد صفر من أصفاره يا سلام طب لو كانت سين تقول لتنين سين ناقص اتنين لو كانت سين تقول لسالب تلات صور سين زائد تلات أستاذ هاي الطريقة مضمونة دايما مضمونة دايما في حالة السين تربيع والسين والثابت طب أستاذ عرفنا القوس الأول القوس التاني كيف بنعرفه بتقسم الحد الأول اللي هو ألف سين تربيع على الحد الأول اللي هو سين ألف سين تربيع تقسيم سين تعطيك ألف سين طيب والأخير اللي هو موجة باتنين مع الأخير اللي هو سالب واحد مع الإشارة طبعا اتنين تقسيم سالب واحد تعطيك سالب اتنين وهذا كله عسين نقص واحد يا حبيب جلبي سين نقص واحد مع سين نقص واحد. هذا كله بساوي واحد. طيب مش اختصرت? اه اختصرت. عوض الواحد. الف بواحد. الف. ناقص اتنين يساوي واحد. معناته الف. هتساوي زائد اتنين زائد اتنين. الف هتساوي كام? الف هتساوي تلات. طب احنا عرفنا الف. السؤال لسه ما خلصش. ليش يا استاذ? خلص. هاي الف تساوي تلاتة. لا. تنسليش الباق. طيب سهلة. اتنين باق. هتساوي سالب تلاتة اللي هي الف. سالب تلاتة سالب اتنين سالب خمسة. على اتنين على اتنين باق تساوي سالب خمسة على اتنين. سالب اتنين ونص ازا بدك. خلص سالب خمسة على اتنين. ماشي يا جماعة هذا السؤال? يبقى اعطاك نهاية كسرية وجواب. وفي مجهولين. الف وباع. بلش عوض في المقام. استاذ عوضت في المقام اعطاني صفر. بس النهاية موجودة. معناته البسط لازم يسوي صفر. نها تشتعوض المقام صفر. وانه هي موجودة بتسوي واحد. معنات وانها تشتعوض البسط لازم يكون صفر. حوضت في البسط. طلع عندي معادلة فيها مجهولين. الف وباء. خلي الاتنين باء موضوع القانون عشان نشيلها من فوق. هاي اتنين باء شلناها. صارت هاي عبارة تربعية من النوع اللي فيه سين تربيع وسين وثابت. وهذا النوع بعرف القوس الاول اله. اللي هو بجيبه من ديلة النهاية من العفريت. سين تقول له واحد ازان سين نقص واحدة. طب القوس التانية يا استاذ كيف بتجيبه? بقسم الاول على الاول والاخير على الاخير مع اشارته طبعا. اختصر عود طلعت الف. ارجع هناك طلع. طلع باء. ماشي يا جماعة? هذا السؤال. اللهم صلاح سيدنا محمد. هاي السؤال التالت فريع الف. وهذا ترتيبه في الدوسية. مكتوب رقم احداش. وبيحكي لك ليكن. حلوة ليكن هاي. آآ ليكن قاف سين يساوي هذا الكلام. ابحث اتصال اقتران قاف لجميع قيم سين الحقيقية. طب حلو. كويس جميل. هذا من درس ايش يا جماعة? هذا استاذ من درس بحث الاتصال على فترة. او الاتصال على فترة. احنا عندنا الاتصال. الاتصال عندنا نقطة. والاتصال على فترة. وفي عندكم نظريات الاتصال. احنا الان هذا يعتبر الاتصال على فترة. وهون الفترة اللي هي جميع قيم سين الحقيقية. اول شغلة. رقم واحد. هذا السؤال اللي عندك فيه اعادة تعريف. اذا فيه اعادة تعريف انا اعمل اعادة تعريف اول خطوة. فيه عندك هون مطلق. فيه مطلق. فيه اكبر عدد صحيح. لا يا استاذ. فيش مطلق ولا اكبر عدد صحيح. ممتاز. حلو. خلصنا من وضوحات. ابحث تصلي الاقترامقة في الجميع قيم سين الحقية. يعني من سالب ما لا نهاية. الى ما لا نهاية. وفيه عنده هون الواحد يؤتبر تحول. طيب. بحث الاتصال على فترة. اول لجميع قيم سين الحقيقية. كم خطوة يجمعها? اربع خطوات. ايش هما يا استاذ? افتكرهم مع بعض. الاربع خطوات. الخطوة الاولى. رقم واحد. اللي هما الاطراف. المغلقة. رقم اتنين. التحول. رقم تلات. دي بلي اياه هون رقم تلاتة شوية هيك. شون نحكي فيها شوية تغلات. رقم تلات اللي هو الفترات المفتوحة. وبعض الناس بسموها او القواعد او بنسميها القواعد. واخر ايش طبعا اللي هو الجواب الجواب النهائي. اللي هو رقم اربع. طبعا يا جماعة انا مش بس بحل. انه زي بنتوا شايفين انا مش بس بحل لاسئلة. مش مجرد حل لاسئلة. احنا بنحل وبنشرح. يعني مراجعة على الشرح يعني. بنشرح بس يعني ايش بنحاول نختصر الشرح يعني ماذا ما شرحنا المادة. طيب قعد التعريف ما فيه. الاطراف المغلقة. طيب ما فيه اطراف هون لان فيه سالب مالا نهاية و مالا نهاية. السالب مالا نهاية و مالا نهاية ما يعتبروش اطراف. واذا انت اصلا اعتبرتوهم اطراف السالب مالا نهاية والمالا نهاية لا يمكن يجب مغلقات. دايما السالب مالا نهاية والمالا نهاية مفتحات. ازا قطوة الاطراف المغلقة مع السلام. ارتحنا منه. ممتاز. خلصنا بالاطراف المغلقة. نيجي للتحول. مين التحول? الول واحد. وانت عارف. التحول بنبحث عنده فل فل مش فل بنشمه. لا فل اوبشن يعني البحث. شو يعني فل يا استاذ? يعني بنجيب كل شي. يبقى نبحث عند عند سينوسا واحد. بحث كامل فل اوبشن. شو يعني فل اوبشن? يعني بجيب صورة الواحد. نهاية. قاف سين. لما سين تقول لواحد من اليمين. نهاية. قاف سين. لما سين تقول لواحد من اليسار. وبعدين نهاية. قاف سين. لما سين تقول لواحد. بعدين في الاخر بنشوف هو متصل لو مش متصل. طبعا خلنا نجيب الصورة. طبعا سين اكبر من واحد هذا يمين. سين ازغر من واحد هذا يسار. صورة الواحد من هون. اتنين بواحد اتنين. جذر الواحد واحد. اتنين بواحد اتنين. اتنين نقص واحد واحد. نهاية من اليمين. هاي يمين. هي نفسه. واحد. طب من اليسار. واحد تكعيب. واحد. واضح ان النهاية من اليمين. تساوي النهاية من اليسار. معناته النهاية تساوي برضو واحد. عندك الصورة والنهاية متسويات. معناه توقاف متصل. عنده عنده سين يساوي واحد. صليطوا النبي يا جماعة. اللهم صلى سيدنا محمد. هاي كمان خلصنا خطوة ايش? خطوة التحول. اللي هي بحثنا عندي الواحد. جبنا صورة الواحد. واحد من اليمين واحد من اليسار. طلع الواحد ما له. متصل. جميل نيجي للفترات المفتوحة أو القواعد. الفترات المفتوحة أو القواعد يا جماعة. الفترات ايش أنا مسمي لك إياها الفترات المفتوحة. يعني كل اللي هتكتبه rerون فترات مفتوحة. أو القواعد ليش بسميها القواعد لأنه هون البحث بيعتمد على قاعدة الاقتران البحث بيعتمد على قاعدة الاقتران يعني نوعه يعني نوع الاقتران على نوع الاقتران وإحنا عنا أنواع الاقتران شوف رقم واحد إحنا بنتعامل مع أنواع محدودة إذا كان كثير حدود هذا محترم جدا أكتر واحد محترم هذا متصل دائما رقم اتنين إذا كان اقتران نسبي يعني في عندك بسط كثير حدود ومقام كثير حدود النسبي ضروري نطلع له أصفار المقام النسبي ضروري نطلع له إيش أصفار المقام وبعدين بنشوف أصفار المقام تنتمي للقاعدة اللي احنا بنبحث عندها ولا لا طيب يا أستاذ رقم ثلاث رقم ثلاث ممكن يكون فيه جذر زوجي والجذر الزوجي بدك تشوف له أصفار مقام إذا جواته كسر والشغلة الثانية بدك تعمل بحث للمجال ورقم أربع طبعا إذا كان كوكتيل إيش يعني يا أستاذ كوكتيل زاكي هذا يعني لا كوكتيل يا جماعة حسنا بنشوف هذا السؤال في كوكتيل طيب نجل الفترات المفتوحة إيش الفترات المفتوحة السؤال اللي عندي مقسم لفترتين هاي مقسم من سالب ما لا نهاية لواحد وعندك من واحد إلى ما لا نهاية الفترة الأولانية بتحكي في الفترة اللي هي من سالب ما لا نهاية لواحد هاي ولاحظ أنا بكتب كلها فترات إيش فترات مفتوحة طيب شوف لي قاعدة الإقتراك من سالب ما لا نهاية لواحد اللي هي سين المفروض أن هي أصغر من واحد هاي سين أصغر من واحد شو نوع الإقتران هذا سين تكعيب استاذ هذا النوع الأول اللي هو كثير حدود بكتب قاف متصل لأنه كثير حدود طيب ممتاز الفترة الثانية اللي هي من واحد لما لا نهاية المفروض سين أكبر من الواحد يعني فيه الفترة اللي هي من واحد لما لا نهاية طيب اللي هي سين أكبر من واحد شو نوع الإقتران هات أي ووقف لي شوية هات هكتب لك أنا هون قاف سين بتساوي اتنين سين جاذر سين ناقص واحد هذا الإقتران يا محترم هذا أستاذ كثير حدود لا لأنه فيه جذر مش كثير حدود طيب هذا نسبي فيه كسر لا ما فيش كسر طيب فيه جذر آه فيه جذر طيب هذا أستاذ ما هاي لحالها تنين سين هاي تعتبر كثير حدود وهذا لحاله يعتبر جذر طيب وهذا لحاله سلب واحد سلب واحد إقتران ثابت والثابت نوع من أنواع كثير الحدود فهذا صار كوكتيل كثير حدود مع جذر مع كثير حدود هذا الإقتران اللي هو بنسميه كوكتيل كوكتيل طيب شو رح نعمل يا أستاذة في الكوكتيل ها الكوكتيل ها طيب نفصله تفصيل اتنين سين كثير حدود كثير حدود معناته متصل طيب جذر سين آه جذر سين بدك تبحث له المجال طيب سهل يا أستاذ جذر سين ببحث له المجال سهل هايو هون بتطلع السين صفر لما نساوي ما داخل الجذر بصفر طلع سين صفر هون الإشارة نفس يعني موجب نفس إشارة سين وهن الإشارة سالب عكس إشارة سين طيب وين الفترة اللي احنا بنبحث عندها من واحد لما لا نهاية الواحد هيجي هون واحد والما لا نهاية هون طيب واحد لما لا نهاية شو الإشارة عندك الإشارة عندك موجب معناته برضه متصل كمان مرة يا أستاذي الجذر حاضر السين جذر سين فيش أصفر مقام شوف السين ابحث المجال بابحث لك المجال لما نساوي سين بصفر تطلع سين بصفر حط صفر هون الإشارة هون نفس وهون عكس طب إحنا بدنا من واحد لما لا نهي من واحد لما لا نهينا على الجهة الموجبة الجهة الموجبة الجهة الإشارتها موجبة إذن هذا الجذر بيكون معرف معرف يعني متصل وهذا الاقتران ثابت نوع من أنواع كثير حدود برضو متصل ها عندك قاف سين في الفترة من واحد لما لا نهي كوكتيل متصل كوكتيل متصل يعني متصل خلاص كوكتيل متصل يعني متصل إذن خلصنا الثلاث خطوات هدول نيجي للجواب النهائي الجواب النهائي بنجيبه من أصل السؤال قاف لجميع قيم سين الحقيقية بتكتب له قاف متصل لجميع قيم حاء ما عدا ما عدا مين من طلع مش متصل استاذ كل شيء طلع متصل بلاش ما عدا يا سيدي العزيز طب استاذ ممكن يطلع إيش مش متصل إذا طلع إيش مش متصل إيش أسوي اكتب مع عدا لطلع مش متصل إذن هذا الجواب النهائي قاف متصل لجميع قيم حاء ما عدا ما عدا لأن الاقتران كلها تطلع إيش طلع متصل تمام هذا بحث الاتصال على فترة أو لجميع قيم سين الحقيقية إعادة تعريف للمطلق وأكبر هذا صحيح بعدين الأطراف المغلقة هون ما فيش أطراف مغلقة في السؤال تحول عند الواحد فل أوبشن التحول فترات المفتوحة أو القواعد هاي بتعتمد على قاعدة الاقتران أو نوع الاقتران وإحنا بنتعامل مع نوع كثير حدود هذا دايما بيكون متصل النسبي بتشوف أصفار المقام الجذر إذا فيه أصفار مقام برضو إذا كان جوات الجذر فيه كسر وبتبحث المجال وإنتوا عارفين كيف طريقة بحث المجال وفي النهايات معروفة وإذا كان اقتران كوكتيل زي هذا الاقتران بتحلل الكوكتيل بتشوف شو مكونات الكوكتيل اللي عندك إذا الكوكتيل كلها تأموره تمام بيكون الاقتران كمان أموره تمام طب أستاذ إذا طلع فيه إشي هون غير متصل يعني عندي نقطة معينة بتكتب غير متصل مع هذا النقطة اللي طلعت معاك طيب خلنا نشوف الامتحان هذا هيك هذا الالفين وتمانية الشتوية يعتبر خلصات الأسئلة اللي في الالفين وتمانية الشتوية هوي خلصنا يعني السؤال هذا وخلصنا الالفين وتمانية الشتوية على وحدة النهايات والاتصال تمام